الصحة والسلامة والبيئة مبادئ أساسية ومعايير ارتكز عليها الملتقى السادس الدولي والذي شهد مشاركة واسعة من المختصين في مجال الصناعة النفطية وسط تأكيدات من أعلى المستويات على أهمية الاهتمام بالمعايير الدولية للسلامة سعداء اليوم صراحة بفتتاح مؤتمر من أكبر المؤتمرات المتخصصة في أمور الصحة والسلامة والبيئة ومثل ما تعرفين اليوم أهم مجال في مجالات الصناعة هو المحافظة على أرواح العاملين وكذلك على الممتلكات الموجودة بالإضافة إلى المحافظة على البيئة المحيطة وهذا اليوم هو يعتبر من أهم أولويات القطاع النفطي بشكل خاص والقطاع الصناعي بشكل عام أهمية كبيرة لورش العمل المقامة على هامش المؤتمر والتي تستمر لمدة يومين من خلال الاطلاع على آخر ما توصلت إليه الأبحاث فيما يتعلق بالسلامة والبيئة في دروس مستفادة في عندنا خبراء عالميين يائيين رح يقول محاضرات على أشياء يديدة طورت وقاعدت استخدم القطاع الصناعي وطبعا التركيز على موضوع الأويل والقاس بردكشن انتاج النفط والغاز فأتمنى أن الكل يستفيد إن شاء الله وآمل أن هالمؤتمرات هذه تزيد عسى ترفع القطاع النفطي سمعة الكويت المؤتمر هذا طبعا مؤتمر مهم جدا للصناع النفطية ودولة الكويت نفسها ولتلاحظون العداد اللي موجودة ما شاء الله عداد كبيرة هائلة ولاحظنا من دول مجلس التعاون ومن الشركات اللي في الكويت نفسها الزميلة وما شاء الله يعني العداد من كل سنة لسنة قاعد تزيد بشكل كبير ورهيب وما شاء الله في حلقات نقاشية ثقافة الصحة والبيئة والسلامة تضمن التمييز في العمل شعار لمؤتمر يهدف لتطوير الأعمال في العالم النفطي مرتكزة على الوقاية من الحوادث بدلا من ثقافة ردود الفعل لتلفزيون المجلس رياض العبادي